اشتركوا في القناة الأدعياء جمع دعي وهو من تبناه الرجل والدعاه لنفسه وكان ذلك شائعا عند العرب حيث كان الدعي ينسب لمن تبناه ويتوارثان ويجري عليهم كل ما يجري على الأبي وابنه لصلبه من الأحكام فجاء الإسلام فنهى عن هذا وأمر أن يدعى كل إنسان لأبيه الذي هو من صلبه فقال تعالى أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبنى زيد بن حارثة وكان ينسب إليه فيقال زيد بن محمد عليه الصلاة والسلام فلما جاء هذا الحكم نسبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبيه وصار يقال له زيد بن حارثة يقول الله تبارك وتعالى قد يعلم الله المعوقين منكم المعوقين المثبتين والمخذلين وكأن اشتقاقه من وضع العوائق أمام من يهم بالعمل تثبيطا لهمته وتخذيلا له حتى يفتر عزمه في قوله تعالى فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير الكلام ما زال عن المنافقين المثبتين يقول المولى إذا ذهبت أسباب الخوف سلقوكم والسلق شدة الصياح وفسر أيضا بأذى اللسان والمعنى أنهم أكثر من ملامتكم على التعرض لخطر العدو وعدم سماع نصحهم في موادعة المشركين ومسالمتهم والحال أنهم أشحة لا يبذلون في نصرتكم شيئا فهذه النصيحة التي ينصحونها إياكم ليست شفقة بالمؤمنين واستبقاء لبيضة الدين كما يبدو بل هو لوم ناشئ عن بغض وحقد ورغبة في تمكن العدو وتثبيط للمسلمين فسبحان من جعل لأفعال المنافقين سمة واحدة في كل زمان يقول الحق سبحانه وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ ما هي الصياصي؟ الصياصي جمع صيصة وهي الحصون التي يمتنع بها ساكنها وأصل الصيصة قرن الثور ونحوه قال الشاعر فأصبحت الثيران غرقا وأصبحت نساء تميم يلتقطن الصياصية أي يلتقطن القرون لبيعها وكانوا يستعملون القرون في مناسج الصوف كشوكة الحائك فلما كان القرن يدافع به الثور عن نفسه سمي المعقل الذي يعتصم به الجيش صيصة والحصون صياصي يقول الله سبحانه وتعالى في سورة سبأ مبينا ما تفضل به على داود عليه السلام من الآيات ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أنعمل سابغات وقدر في السرد أوبي معه التأويب الترجيع والمعنى رجعي معه التسبيح وردديه ومنه وصف داود عليه السلام بالأواب أي الرجاع إلى مرضات الله وقوله سبحانه أنعمل سابغات وقدر في السرد السابغات الدروع الواسعة التامة التي تسبغ الجسد أي تغطيه كله وقدر في السرد السرد تركيب حلق الحديد التي يصنع منها الدر فالسرد في الحديد بمنزلة الخياطة في الثياب يقال سرد وزرد بالزاي ولذلك سمي صانع الدروع قديما بالسراد والزراد ومن هذا أي استعماله بالزاي قول المعتمد ابن عباد آخر ملوك إشبيليا وقد رأى نهرا يتموج ماءه يقول صنع الريح من الماء زرد أي درع لقتال لو جمد وقوله تعالى قدر في السرد أي اجعله على قدر مخصوص بحيث لا يكون صغيرا فيضعف عن الدفاع عن جسد صاحبه ولا تجعله كبيرا فيثقل على حامله بل اجعله بقدر واجعل بين ذلك سبيلا والله أعلم السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة